عقد جلالة الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو مباحثات تناورت العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ووصل جلالته إلى العاصمة الكندية أوتوى اليوم بعد زيارة إلى الدوحة التقى خلالها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ومن أوتوى سيتوجه جلالة الملك إلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث يلتقي أعضاء من الكونغرس